صدق النواية ظهرت وتجلت عندما حدث المناظرة بين ابن بكر وبين عمر ولكن هذا قلب علينا المواجع كما يقولون فننظر في واقعنا الآن هل كنا من سنوات قريبة كنا ننصر الدين كنا نريد نصرة الدين تعالى إلى وقت زمننا هنا يعني لأن الله تعالى لا يخلف وعده ولأن الله لا يتخلف معهوده بحال من الأحوال ومن أوفى بعهده من الله والله تعالى فعله إذا قال صدق وإذا وعد وفى وفى وأوفى فإنه قال وصدق أن من أراد نصر الدين جعل الله نصر الدين على يديه ووعد أن من اجتهد لينصر الدين نصر الله به الدين ولا يتخلف وعده الله تعالى فعلها والله صادق فيما يقول ونحن صدق بذلك فإن وجدنا أنفسنا من بعد السنوات ونحن في الحديد والأمم كلها علينا وقد تصلت علينا كل من هب ومن دب أو تصلت علينا من يحب الدين أو يكره الدين أو يعاد الدين هذه لابد أن نراجع عن فوسنا هل كنا نريد نصرة الدين أم لا يعني أنا أتكلم على أشياء بسيطة الآن يسيرة حدثت معي رجل تكلم في بعض الأمور العقضية أخطأ فيها خطأا بالغا بالغا ورب العزة بارغا يعني هم لا يفقهون لا يتوقعون المسألة تصل إلى ذلك لما يسوي رجل بين الاستلاء والاستلاء وصف نقص لله بالفعل إذا الأمر جلل لا يلتزم باللازم فنخطئه أو نجهره في هذه المسألة ترى المتعصبين لو تعصبا أعمى يأتون يسبون وينتقصون من قدر العالم ويتكلمون فيما تكلم يا ابن الحلال هذا الكلام كلام دين كلام دين النبي يعني كان له أن يقول عن ابن عمه وخاتر ابن علي ابن أبي طالب أعلم الأمة بكل العلوم قال أخضاهم قال عن معاذ أعلم ناس بالحال والحرام غير ذلك أعلم منهم فابن عباس ترجمان القرآن ابن مسعود أعلم منه في أمور لا يعلمها ابن عباس رجل الله أن أرضاه ولم يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغير وكان صغير السن فالحاصل في هذا الباب التفاوت في عباب العلم سهل جدا أن نقول بأنه يعلم كذا ويجهل كذا